اشتركوا في القناة ومع بداية الثلاثة كيلو مترات في هذا المساء المميز التي تتم انطلاقته بعون من الله وتوفيقه وأيضا بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وهذه السباقات التي تحظى بدعم كبير ودعم متواصل من سيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذه انطلاقتنا الأولى مشاهدين الكرام هنا على أرضية ميدان لبصير تأتي في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات هذا السن سن الحقائق من مسافة الثلاثة كيلو متر نبدأ مع هذه الرحلة الموفقة في أول مشوار لهذه المسافة التي قررت من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وهي مسافة الثلاثة كيلو متر نبدأ مع المركز الأول نبدأ مع مقدمة هذا شوط هذه عز عز من تحتل المركز الأول لصالح بن حمد القمرة من تتواجد على مقدمة هذا شوط ولكن وصلت الغزالة الغزالة تقير في هذه اللحظات غزالة تعود ملكيتها لصالح بن صالح بن سعيد بن سفران من تتواجد غزالة على المقدمة بينما الدور والنقلة عند المركز الثاني الشهينية لناصر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي ننتقل إلى شعار بن شعيل من يتواجد مع زيارة من تزور المركز الثالث في هذه اللحظات بدورها ومع شعار عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل ننتقل للمركز الرابع تتراجع هنا قليلا تتراجع عز تعود ملكيتها لصالح بن حمد القمرة وعلى المركز الخامس شوفوا الدخول على مستوى المركز الخامس اللي تسللت غلا سعيد بن جر الله بن مبارك بن صميخ من تتواجد على المركز الخامس هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى نعود إلى مقدمة هذا الشوط نعود إلى غزالة غزالة بن سفران مع المركز الأول مع الصدارة والقيادة هذه غزالة صالح بن صالح بن سعيد بن علي السفران من يتواجد بو عبد الله بو عبد الله يتابعها مبارك بن عبد الله بن سفران نعم هذا هو شعار شعار غزالة وأيضا الشعار العديد من السبق ولكن شوفوا الدخول شوفوا بن شعيل مع زيارة تسللت زيارة بهذه الزيارة المرموقة هنا على المركز الأول والتسعمية متر الأخيرة يا من يريد الناموس الشوط الأول لا زال مع زيارة حائر بين زيارة وبين غزالة زيارة لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل وغزالة من الجانب الأيمن معاك يا صالح يا بن سفران مع غزالة والمركز الثالث التحرك هنا والقدوم والوصول هنا في هذه اللحظات من الشهينية ناصر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي مع تضمير بن مقارح ولكن هنا الوصول والتقدم في هذه اللحظات من غلا سعيد بن جر الله بن بريك الصميخ مع المركز الرابع المركز الخامس يصل هنا ويتدخل في هذه اللحظات هنا صحوة لعلي بن عبد الله بن علي العطية من يتواجد مع صحوة ولكن بن شعيل بن شعيل الرمزاني الرمزاني مع المركز الثاني الرمزاني مع ثاني المراكز ولكن بن شعيل بن شعيل مع زيارة زيارة ولكن الرمزاني الرمزاني مع الشهينية ولكن بن شعيل بن شعيل بن شعيل مع زيارة مع زيارة الله يا زيارة زيارة بن شعيل عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل المري مع زيارة أسعد الله مساك يا بن شعيل تهانينا والناموس لك يا مالك زيارة عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل على نموس زيارة بن نموس الشوطة الأول للمركز الثاني وصلت الشاهينية مع ناصر بن فيصل بن جبر الرمزان ينعيم المركز الثالث وصلت خالة لسعيد بن جار الله بن أبريكا الصميخ المركز الثالث قزالة على مستوى المركز الرابع لصالح بن صالح بن سعيد بن سفران المركز الخامس المركز الخامس وصلت فيه صحوة لعلي بن عبد الله بن علي العطية إذن مشاهدين ومستمعين للكرام هكذا كانت نتيجة هذا الشوط نعم زيارة هي من دون اسمها في أول الكشف وتحمل رغم واحد وهي من سيطرت على المركز الأول بكل جدارة واستحقاق قاطعة مسافة الثلاثة كيلو مترات في زمن مقدارة أربع دقائق ثلاثين ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية مرة أخرى نهني ونتقدم بالتهنية إلى مالك زيارة عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل على فوز زيارة وتحقيقها بناموس الشوط الأول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة